وينضم إلينا من بغداد الأكاديمي والخبير الاقتصادي والدكتور صفوان قصير دكتور صفوان أرحب بك معنا إلى هذه النشرة كيف سينعكس تزايد حجم احتياطيات البنك المركزي على الاقتصاد العراقي؟ طبعا الواضح أن السلطة النقدية الحقيقة لا تستطيع حاليا بيع كافة إرادات العراق بسبب نظام التحويل المالي وعملية حوكمة تجراءات نافذة بيع العملة طبعا بالشراكة مع الفدرالي الأمريكي فهناك نمو متسارع لهذه الاحتياطيات أكثر من مليار دولار سبوعيا ينمو الاحتياطي وجود الاحتياطيات الحقيقة ضمن نظام الحماية الأمريكي لاحتياطيات العراق ساهم في إعطاء نوع من الاستقرار لقيمة العملة العراقية البنك المركزي أصدر لغاية الآن ما لا يقل عن 95 ترليون دينار عراقي فهي بحاجة إلى 70 مليار دولار لضمان قيمة العملة العراقية طبعا هذه موجودة لدى الفدرالي الأمريكي زائدا موجود أكثر من 130 طن ذهب أيضا لحماية الدينار العراقي وحاليا نمو الاحتياطيات قد يدفع بالحكومة والسلطة النقدية إلى التفكير بإنشاء محفظة استثمارية خارجية لإدارة هذه الاحتياطيات لأن هذه الاحتياطيات حاليا هي بمستوى متحفظ يعني في سندات الخزينة الأمريكية لدينا أكثر من 30 مليار دولار قوة الدولار الأمريكي هي التي أيضا دعمت استقرار النظرة إلى الاحتياطيات العراقية لكن في نفس الوقت علينا إدارة هذه الاحتياطيات بطريقة تسمح أن تمول الشركات الدولية خاصة جنرال ألكتريك أو سيمينز إذا ما تم إدخال موضوع المشتقات المالية لكي ترهن هذه السندات لدى هذه المصارف والشركات العالمية مقابل أن تقوم بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق إكمال ملف الطاقة استثمار الغاز المصاحب سيساهم ذلك في تحويل الاحتياطي إلى إدارة لعملية التنمية فقط هذا النوع من الاستثمارات دكتور صفوان لأن البنك يقول أن استثماراته في أصول بعيدة عن المخاطر لا توجد استثمارات بعيدة عن المخاطر لكن الفدرالي الأمريكي والدولار الأمريكي هو الأقل مخاطر على مستوى العملات العالمية فعملية إدارة المحافظة الاستثمارية الدولية بالتأكيد بحاجة إلى الشركات التأمين العالمية كأن تدخل شريك في عملية إدارة هذه المحافظة الاستثمارية طبعا بعقلية التأمينات الدولية لأن عملية نمو الاحتياطيات في نفس الوقت وجود بطالة وجود فقر لا يوجد إمكانية لاستثمار هذه الاحتياطيات فعلينا إدارة هذه الاحتياطيات نعم بإشراف الفدرالي الأمريكي وإدخال الأنظمة الحديثة المالية لكي يكون هناك تتبع لحركة الاستثمارات الحكومية لكي تصبح وحدات حكومية فعالة وزارة المالية لاحظت بالزيارة الأخيرة تحاول تطبيق موضوع انتقال الحكومة إلى حكومة الكترونية من خلال النظام المتكامل المالي للأغراض الإدارية وهذه نافذة لزيادة الثقة بالدينار العراقي وكذلك هناك محاولة الآن لفحص الشركات الاستثمارية في قطاع الإسكان كما أشرتم قسم من هذه الاستثمارات في قطاع الإسكان كانت تجبيت دولار من المستحقين يعني من الذين يقومون بشراء هذه الوحدات فحاليا هناك محاولة لإعادة هيبة الدينار العراقي وحوكمت جميع الإجراءات الداخلية بحيث يكون هناك سوق ديناري على مستوى الاستثمارات السكنية وحتى قطاع الأدوية يمكن أن يساهم في تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي وبالتالي زيادة قدرة البنك المركزي على الحفاظ على السعر الصرف سحب ترخيص شركات مالية وتجارية قد تكون مخالفة هل تجدي نفعا في حل هذه القضية؟ يعني حاليا البنك المركزي كان يركز في الرقابة على فقط المصارف العراقية سواء العامة أو الخاصة حاليا انتقل إلى شركات الصيرفة شركات الصيرفة أنت تعلمين بالتأكيد بأن العراق محاط بدول معاقبة تحاول هذه الشركات التفكير بالأرباح قصيرة الأجل لتمرير حوالة أو تمرير اعتماد غير مطابق للمواصفات فعملية فحص هذه الشركات وتتبع حركة من أين يأتي الدينار العراقي وهل هو دينار شرعي وكيف يتم استبدالها وما هي الدول التي يذهب إليها وما هي السلع التي يتم استيرادها بالتأكيد هذا سيحصن من قوة الاقتصاد العراقي ويعيد إحياء القطاعات التي خرجت عن الخدمة في الفترات السابقة ممتنى كثيرا لك على حضورك معنا من بغداد الأكاديمي والخبير الاقتصادي ودكتور صفوان قصي شكرا جزيلا لك على الحضور شكرا جزيلا لك